قول الله تعالى وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرُ الصَّابِرِينَ لِذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبًا قَالُوا إِنَّ لَلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أولئك عليهم صلواتهم من ربهم ورحمة وأولئك هم مهتدون الآية فيها أنه تعالى يخبر عباده بأنه سيبتليهم بالمحن ليتبين الصادق من الكاذب والجازع من الصابر وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ فَتَارَةً بِالسَّرَّةً وَتَارَةً بِالضَّرَّةً وَتَارَةً بِالشِّدَّةً وَتَارَةً بِالرَّخَاءِ لَوَنَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ يعني مثل حصار العدو والجوع قحت مثلا وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ سَرِقَةً آفَ سَمَاوِيَّةً ضَيَاع أخ الظالم قطاع طريق ونقص من الأموال والأنفس ذهاب الأحباب من الأولاد والأقارب والأصحاب وأيضاً المرض في البدن هذا من الابتلاء بالنفس والثمرات يعني ذهاب الحبوب والثمار ديدان آفاد جراد حرق برد إلى آخر ويتبين الجازع من الصابر يتبين الذي يمتثل أمر الله من الذي يسخط ولا يصبر والنائحة تكسى يوم القيامة سربال من قطيران ودرع من جرب ترجمة نانسي قنقر